إذن مشاهدين للمزيد من الحوار يضب معي من أربيل القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنا وأهلا بك سيد محمود يعني كيف يقرأ الاتحاد زيارة رئيس الأقليم إلى بغداد ما مناخ المباحثات بشكل عام التي يجريها الوفد الكردي تفضل أحييكم ومشاهدي الرشيد يبدو أن الوفد الكردستاني الذي ذهب إلى بغداد يختلف عن الوفود السياسية والفنية السابقة باعتبار هذا الوفد يضم جميع الطياف السياسية لحكومة الأقليم أضف إلى ذلك بأن رافق هذا الوفد وفد نيابي يمثل لحزاب السياسية على المستوى السلطة والمعارضة أيضا وهذا بحد ذاته دلالة على أن هناك أهمية لهذه الزيارة وكما قلت حضرتك بأن سيد رئيس الحكومة ونائبه السيد قباط طالباني كانوا موجودان في هذا الوفد بخلاف الوفود السياسية السابقة وهذا دليل على أن الطرف المقابل في السلطة الاتحادية الأحزاب السياسية ستأمن أن تتعامل مع الطيف السياسي والكامل لإقليم كردستان بجميع الأحزاب السياسية حتى نتمكن من تجاوز هذه المعضلة التي أثرت على حياة المواطنين في الإقليم وأربكت النظام العام وأثرت حتى على النظام الاجتماعي سيد محمود لو سمحت لي لمسنا أن هناك لغة متشنجة من قبل رئيس الإقليم وهذا كان قبل يوم من زيارته إلى بغداد برأيك كيف يمكن لبغداد استيعاب هذا الخطاب من وجهة نظرك؟ طبعا كل الخطابات المتشنجة وكل التصريحات المتضاربة لا تصوب لا في مصلحة العراق ولا تصوب في مصلحة إقليم كردستان نحن ليس من متبنيات الاتحاد الوطني أن يتعامل مع الشركاء السياسيين في بغداد وحتى في إقليم كردستان وحتى مع الدول الجوار بهذا المنطق المنطق السليم هو الذي رأيناه اليوم المنطق السليم وكما قلناه ميران وتكرارا بين بغداد هو العمق الستراتيجي يجب أن يكون هناك حوار جاد بين جميع الأطراف ويجب أن ننهي الخلاف جذريا بين إقليم كردستان وسلطة الاتحادية سواء كان يتعلق بالمال أو يتعلق بطاقة هذا يعني أن هناك حلول من خلال كلامك تروح بالأفق سيد محمود كذلك الرئيس البرزاني كان متفائل بعد هذه الزيارة لا أريد أن نضع العرب قبل الحصان وأسبق الأحداث هذا الخيار متروك إلى مجلس الوزراء الاتحادي يوم الأحد أعتقد هناك سيكون اجتماع لمجلس الوزراء أتمنى أن تكون بداية سليمة وأن تحقق نتائج إيجابية على الأرض وهذا بحد ذاته سيكون هناك نقلة نوعية في الحوار بين الطرفين سر استقرار العراق هو أن تكون جميع القوى السياسية في اتجاه واحد في مسار واحد نتبنى العقلانية والحكمة وأن نتجاوز التصريحات المتضاربة نعم الاختلافات موجودة والخلافات موجودة سواء كانت فنية أو سياسية لكن ليفترض أن لا تؤثر على ديمومة العمل بين الطرفين وأن نمضي بالمعالجات وأن نقف على المشتركات وأن نحاول أن نقلل من المسافة والمساحة الموجودة بين الطرفين إذ بهذه الطريقة وأن نسلك هذا المسار بالتأكيد نستطيع التجاوز على المشكلة أما أن نقول كل شيء انتهى ووصلنا يحلول هذا كلام غير صحيح ما زالت الخلافات مستمرة ما زالت وجهات النظر مختلفة ما زال هناك خطوات أكثر ربما يجب أن تكون إيجابية أكثر في المرحلة المقبلة وعلى الأكثر لأن يجب أن لا يتجاوز الأسبوع المقبل لأن ربما حجم المخاطر التي تواجه الدولة العراقية وتواجه قليم كرسان أكبر من هذه الأزمات الجانبية التي تؤثر على المواطن بالتالي المواطن في قليم كرسان ومواطن عراقي ويجب أن لا يدخل قوته اليومي في السجالات والجدالات القانونية والسياسية المواطن ليس له لا ناقة ولا جمل بهذه الاختلافات لذلك على الحكومتين أن تركنا إلى الحكمة والعقلانية ونتبنى الخيارات السليمة يعني بالحديث عن الخلاف المالي تحديدا العميق بين بغداد و أربيل الذي وصل إلى حد التدخل الأمريكي أين تكمل المشكلة من وجهة نظرك؟ أساس المشكلة أين سيد محمود؟ نحن لدينا قانون موازنة ولدينا قانون إدارة المالية أصل المشكلة هي حول هل أن حصة الإقليم البالغة 12.67 من إجمال الموازنة البالغة التخمينية البالغة 199 تريليون أم هي من مجموع الإنفاق الفعلي بغداد تقول بأن حصة الإقليم هو من الإنفاق الفعلي وإقليم كروتان يقول أنها من مجموع الموازنة التخمينية لذلك ربما قانون إدارة المالية أضف إلى ذلك بأن هناك مشكلة في الثقة هناك أصل المشكلة هي الثقة بين الطرفين هذا جانب الفني أما جانب السياسي هي مشكلة الثقة هناك جانب آخر صراحة يتعلق بالإرادات الغير النفطية وحجم الإرادات النفطية وتصدير 400 ألف برميل عبر تركيا التي ما زالت تركيا لا تقبل الاستعناف التصدير عبر أرضيها إذن المشاكل الفنية كبيرة لكن إن كانت النواية سليمة وإن كانت هناك خطوات إيجابية لتجاوز وتخطي هذه الأمور وفسح مجال وتحديد سقف زمني صراحة يجب أن يحدد سقف زمني لإنهاء هذه المشكلة وعلى الأقل أن يفصل قوت المواطنين في إقليم كل سنة عن هذه المشاكل وأن تركيا جانبا ولا يتم تدخل بها ولا يتكون هناك جنبة سياسية حاضرة في قوت الموظفين المتقعدين ليس في الإقليم وعلى مستوى جميع العراق الأهم سيدة العزيزة تسمحيني يجب أن يكون لدي أتمنى أن يصل خطابي إلى جميع العراقين يجب أن نتجاوز خطاب الحقد والكراهية التي نرىه في صفحات التواصل الاجتماعي نرىه في حوارات المسؤولين هذا الخطاب لا يستطيع أن يوفر السلم المجتمع للعراق وما أسبب هذا النوع من الخطابات الذي دائما ما تتحدثون عنه ونصبع به من قبل الأكراد برأيك لا لا ليس من الكرد خطاب الحقد والكراهية سواء كان من متحدثين كرد أو متحدثين عرب سنة شيعة تركمان كلدو آشرين أرمن الجميع العراقين يجب أن نتجاوزوا هذا الخطاب نحن بالتالي نسيج اجتماعي واحد لأنه سيؤثر على النظام الاجتماعي ستكون لديها مخرجات غير سليمة مخرجات كارثية وسيكون هناك قسام مخيف لذلك هذه المشاكل يجب أن تترك للفريق السياسي تترك للفريق الفني ونحن يجب أن نكون جزء من عملية الدعم الإيجابي للوصول إلى الحلول نحن لكي نحافظ على الأقل على النسيج الاجتماعي الوطني العراقي بجميع طيافه نعم وهذا ما نأمله لذلك نعم الاختلافات موجودة وستبقى الاختلافات موجودة وستبقى وجاءة النظر المتباينة موجودة وستبقى ولكن يجب أن لا تؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى المواطنين نحن لو سمحت لي كبيرا ما يتحدث ونسمع من الإقليم عن مستحقات ومرتبات هي بذمة بغداد طيب ماذا بشأن الرواتب التي دخلها الإقليم طبعا هذا الملف ملف فني كبير ربما نحتاج إلى وقت لتجزئة هذا الملف وتكلم عنه بصراحة يعني بالمختصر الوحيد طبعا بغداد الآن السلة المالية إذا تسمح لي السلة المالية الآن في بغداد بعد 25 آذار أصبحت السلة المالية لجميع العراقيين بما في ذلك إقليم كورسان هي في بغداد بالتأكيد إقليم كورسان يجب أن ترسل الأموال من بغداد لكن على الإقليم أيضا ينتفق مع بغداد بجزئيات الإرادات الغير النفطية وأن نصل معهم إلى صيغة دستورية قانونية قابلة للتنفيذ حتى لا يكون تأثيرها على المواطنين وأن لا يكون تأثير السياسي عليه كبيرا حتى لا ينعكس ذلك على النظام الاجتماعي بالتأكيد هناك اختلافات وتباينات لكن بالتالي السلة المالية الاقتصادية أصبحت في بغداد الآن جميع الإرادات هي إرادات اتحادية لم يبقى إرادات نفط إقليم كورسان هناك جزئيات متعلقة بالمشتقات النفطية جزئيات متعلقة بكيفية تصدير النفط الذي أدرج في قانون الموازنة لكن علينا أن نتفق مع شركاء السياسيين في بغداد وأن نصل إلى صيغة نستطيع تنفيذها وصيغة لا تؤثر على المواطنين سواء كان هنا في إقليم كورسان أو حتى في المحافظات العراقية الأخرى الغير منتظمة بإقليم من عربيل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنا وشكرا جزيلا لك